بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين عزائي تنبيل الطلباء إخواني المنظفين أولياء الأمور السادة والسيدات الأسادة والأستاذات مرحبا بكم في فيديو من فيديوات فقرات السنة الثلاثة سنوية أو البكالوريا طبعا معا دائما مع الوحدة الأولى اللي هي يونيت وان حضارات القديمة طبعا الفيديو هذا من فيديوات ألاحظ أن في المحور لدي تقريبا ربعة فقرات اليوم سننصل مع الفقراء الأولى وهي الفقراء هذه طبعا هي كتابة مقال عن استمرار الحضارة الحديثة في التغيير بوطيرة سريعة يعني الفقراء هذه رح نكتب فقراء تقريبا رح تكون يعني فقراء نحكو فيها على الحضارة طبعا تغيرات تغير الحضارة هذه وين ما بين الحضار والماضي لما نحكو نحكو على التغييرات طبعا نحكو على التغييرات كيف نقول لايف سايد ما نقول رح نقول مثلا على التغييرات كما تكون على لما نقول الليف سايد يعني من ناحية اللباس من ناحية الفود الطعام من ناحية ربما حتى الدرينك نوع الشراب من ناحية أيضا ربما نقول لنا التغييرات يعني وسائل النقل اللي كانت قديما وسائل النقل اللي أصبحت حديثا أيضا ربما طبعا رح نستعمل عدة أشياء يعني كما إن شاء الله رح نجدوها لو نشوف الانسليكسيون أو السؤال تعلق الفقرة هذي كما موجود في الكتاب المدرسي رح نشوف أنه رح يوضح لي كل شي طبعا إن الفقرة هذه رح تكون من نوع الفقرات القايدد أو الفقرات اللي نقول عليها مقيدة إذن كما نلاحظ هنا هاي لك السؤال كما نبين في الكتاب المدرسي طبعا هو يطلب منك أنك في الفقرة هذي رح تكتب التغيرات اللي تططر الإنسان في الماضي والحاضر يعني يصبح مقارنة ما بين الإنسان كأشي كان يعيش في الماضي خاصة من ناحية الترديشن يعني العادات والتقاليد الميث يعني الخرافات اللي كليم بها مثلا وسائل النقل حديث وقديما مثلا اللباس قديما وحديث مثلا الفرق ما بين الأسلوب أو طريقة الأكل حديث وقديما وأيضا ربما حتى في الهندي كرافت يعني نقول هنا في الانتنتين يعني الإنسان كان يصنع قبل كان يصنع كل شي من تعيد ديه يعني حتى حاجة من أن يشريها من المحلات أو من المتاجر الكبرى هذي وين أيضا رح يطلب منك دائما نوع هذا من الفقرات التلميذي انتبهني لأن مدام سنستعمل ثلاث أشياء التي رأينا في grammar explorer 1 تقريبا 2 ويجب أو الإجبارية في الماضي where or was able to قدرة في الماضي قادر على وايضا استعمال ما يعرف ب ما يعرف أيضا بال habit in the past أو use to يعني الأشياء أن الإنسان متعود ديرها في الماضي إذن السؤال هو أمامنا الآن وعرفنا شفنا الصيغة عن الفقرة هذه كيف تكون تقريبا كما قلنا قبل قلنا الفقرة هذه جايدة راح إن شاء الله مع بعض نا راح تكون عندنا فقرة أيضا مكتوبة راح ممر عليها بخطوات مع بعض نا من المقدمة إلى ال 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 البعض أو إلى ال ال طبعا الفقرة هذه راح تكون مكتوبة بكل بساطة بإذن الله إذن هاي هاي الفقرة إذن طبعا الفقرة كما نشوف لحظوا في السؤال منه أن نسي باوت موضان موضان يعني كتاب كتابة مقال حول استمرار الحضارة الحديثة في التغير بوتيرة سريعة وكما شفنا في تقريبا في أول الفيديو أن طبعا الفقرة هذه راح ممر تقريبا إحنا يعني اجتهادنا الخاص قسمنا الفقرة هذه إلى أربعة فقرة فقرة طبعا يعني تكون من فقرتين و ثم ال رجل اللي هي الخاتمة يعني طبعا راح نقسم الأشياء اللي راح نحضر عليها أو نتكلم عليها في الفقرة اللي يعطى هالي هو في المعلومات تع الفقرة هذه يعني مثلا راح للفقرة الأولى مثلا نتكلم فيها على الأنصر الأول النقل في الحاضر الماضي الفقرة الثانية ربما راح نقسمها إلى الأكل الفقرة الأخيرة راح أكيد نقسمها إلى نتعرض إلى الخرافات اللي كانوا يمنوا بها الناس والأنترتيين ما تكيف الناس بكري كتب عدهم وها بأن تقرأ قصة تقرأ كتب والآن أصبحت الناس فقط تهتم غير بالفيديو جيمز والأنترنت واللعب الفيديو هذه والحديث هذه أكيد في الأخير راح نضير سام أب يعني راح نحوصل كل شي بإذن إذن شوفوا مع بعضنا الفقرة الأولى تقريبا هي عبارة مقدمة نبدأ نقرأ مع بعضنا يعني هذه تقريبا سامها Topic Sentence يعني هي الجملة اللي راح يكون نص كامل في خدمتها هي تقريبا يعني الحضارة حديثة يعني بقيت محتفظة بالتغيرات التاح بوتيرة سريعة في عدة مجالات In the past يعني في الماضي نبدأ نقرأ ما بالماضي ولا والحاضر هنا طبعا راح نبدأ بطريقة أو وسائل النقل In the past People used to travel by food or animals يعني معروفة أن في الماضي يعني أجداد أبائنا ربما أسلاف ربما أبائنا بالنسبة للتلاميذ الصغار أبائنا ربما عشو شو المرحلة هذي وين لكن نقول الأجداد والأسلاف كلمة يستو اللي هي واش يستو هذي اللي هي عادة في الماضي Habit in the past يعني كانوا مولفين To travel by food or animals يعني كانوا مولفين يسافروا على رجلهم للقدمين تحم أو للحيوانات Like طبعا نضرب مثال هنا Dankees and Camers يعني مثلا الأحمرة أو الجيمان أو حتى البيغال يعني أو ربما حيوانات أخرى بالنسبة لأقوام أخرين مثلا يسافروا أو يتنقلوا حتى عن طريق الكلاب أو ربما لاما بالنسبة لأقوام أخرى How ever لاحظوا هنا أيضا استعمال هذا يعني يعني عبارة اعتراض يعني How ever nowadays لكن في حين اليوم They are ترجع على Of course People They are using more sophisticated means of transport يعني في حين الناس الآن يصبحوا يستعملون وسائل نقل أكثر مريحة يعني more sophisticated such as مثل cars سيارات trains قطارات tramways and even planes وحتى الطائرات طبعا لأجل أو to to move from one place to another يعني بشي تحرك الإنسان أو يترافل من مكان إلى آخر إذن لاحظوني الفقرة الأولى أو المقدمة أتكلمت على أساليب النقل ما بين الماضي والحاضر وكيف تغيرت معناها عن طريق أكيد الحضارة والعلم والتكنولوجيا أصبحت كيف كانت من الحيوانات أصبحت الآن إلى أكثر الوسائل سرعة وراحة اللي هي الطائرات الروح مع بعضنا للفقرة الثانية بسايدز يعني بالإضافة إلى يعني حتى طريقة الأكل التانى تغيرت while في حين شوفوا دائما ندير العبارات هذه أو ever while وري عبارات ندير الاختلاف ما بين الماضي والحاضر بالإضافة طبعا إلى عبارات الإضافة اللي هي دائما نأكد عليها لأن لما نشوف المصح هذه رح يعتبر تلميذ أنه على الأقل يكتب في فقرها صحيحة وعليها أيضا تنقيض besides as well as furthermore moreover in addition to هذه كل العبارات إضافة إذن نعود besides our way to eat changes بالإضافة إلى طريقة الأكل التانى تغيرت as well أيضا while في حين our parents use to eat crops fresh vegetables and fruits يعني بينما كان الأباء التانى قبل أو الأجداد كانوا متعودين أن يأكلوا البذور يعني الخبز اللي أجنوه من الشعير والقمح التاحم الخضر والفوك هل تكون طاجزة يعني كل شيء بالحقل التاحم ولا كل شيء يخدموا بيدهم all together in one table يعني يأكلوا كل مع بعضهم يعني مجموعة وفي مكان واحد أو حول طاولة واحدة we are consuming يعني الآن إحنا وش أصبحنا we are consuming only fast food and junk foods يعني الآن أصبحنا هناك لغة المأكلات السريعة والjunk food طبعا ما نعرف وش هي fast food هنا ما نعني لا أرى ما أكل سريعة أرى تجري إنما نقول المأكلات ready made فود يعني المأكلات التي تحضر سريعا يعني تقدر في خمسة دقايق يوجد لك الوجبة تاعك بينما المأكلة في الدار تحكم حتى بالنص النهار بالربعة خمسة ساعات بيش تنضج الفطور أول عشاء junk foods وشي هي junk foods is the food that contains too is the food which contains too much salt and sugar يعني أي ماكلة فيها الملح بزي والسكر بزي with low يعني معاق قليل من القيمة الغذائية طبعا these are harmful foods يعني ماكلة غير صحية وماكلة مو مضرة طبعا it's unhealthy food يعني هذا كل معروفين junk food اللي fast food هو النوع منها like pizza همبورغر and hot dogs يعني همبورغر الهوت دوغ البانيني الشمباطي الشواط يعني كل تابع لنفس الفصيلة هذي وين more over بالإضافة إلى our parents were able to perform many tasks without depending on electrical tools يعني الأباء التاعنا أضمن كانوا في القدم أن مشوفوا الناس لتستعمل عبارة where able to يعني القدرة في الماضي ability in the past كانوا قادرين وتعدم القدرة على إنجاز عدة يعني الوشي وشي ماشين يعني بالنسبة ل حتى الأواني هما ما كانوا يعني قبل آلة غسل هذه الملابس أو الأواني كانوا يغسلوا على يديهم كانوا حتى التحذير الخبز التاحم على يديهم كان حليب التاحم على النقل يحلبوهم البقرة التاحم يعني كل شيء كان على يديهم المر مباشرة الآن إلى الفقرة رقم ثلاثة يعني أكيد لما هدرنا على الآن الترانسفور وهذا النقل وهدرنا على الفود الآن سننهضر على اللباس بالإضافة إلى يعني الجدود أو أسلاف في الماضي الناس كانوا يلبسوا منابس صخنة كما برنوس قشبية قبل كتكبر برنوس قشبية شاشية جلة باثر وللوبيا يعني هذا بكل ليه برنوس يعني قبل كان برد كبير برد وبالتالي لم يكن وسائل التدفئة الحديثة كما نظرك الفرن كل يعني فرن الغاز 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 البوتان يعني وريعات في حين الآن في الوقت الحالي يلبس جينز يعني الآن وش أصبح يلبس أصبح يلبس جينز وهي ملابس حديثة سبورتيف خاصة بالنسبة للشباب يعني ملابس الرياضية كي نقول ملابس الرياضية نقول بدلة الرياضية سواء الشورت البونتاكور حتى حتى سير ملابس أنواع الحذاء يعني تغيرت قبل كان أنواع خاصة بالشباب أنواع خاصة الآن أصبح هناك أحذية يعني حتى غالية في ثمن وكذا ملابس ملابس كلاسيكية مثلا نقول هناك كما 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 كانت تغير نوع اللباس في الآخر بالإضافة إلى ملابس لاحظوا هنا هذه عودة ترجع من جديد كلمة هات اللي يعني كانوا مجبرين على يعني كانوا كل شي يحضروه عن طريق يديهم يعني المرأة كانت المرأة في القديم كانت تعجن في الدار من العجينة هذي من قمح ولا شائل في الحقل تحم كانوا يصنعوا الخبز من الخبز هذا كوين يعني كانوا يأكلوا منه وكانوا كانوا يحلبوا من البقرة التحم كانوا يستعملوا يستخدموا منها الزبدة يستخدموا منها الدهان يعني كل شي تقريبا كانوا أيضا يصنعوا فخرية التحم كل يصنعوها على يديهم إنساء كانت في الدار تخدم الكافيت السجال والأفريش اللي يفرشوها اللي يتغطوا بها في السخانة والألبسة أيضا حتى أيضا الأواني المنزلية تقريبا كانت كاملة تستعمل أو تصنع عن طريق اليد التحم يعني كانوا قادرين عن أنهم يلبسوا تقريبا ويصنعوا واش يلبسوا ويصنعوا واش يأكلوا بعكس الآن إحنا أنه أصبح كل شيء يشراه مننا السوبر ماركت ولا من الأسواق يعني تقريبا كل شيء أصبحنا حتى أن نوفره لحليبتانا أو الخبز التانا الآن مباشرة نمر إلى الخاتمة لاحظوا من أحدهم في الخاتمة نستعمل عبارات كما فقط أو أخيرا أخيرا وليس أخيرا أخيرا الناس في الخاتمة لاحظوني هل سنذكر العادات والتقاليد يعني الإنسان في الماضي يستعملت كلمة يستعملت وهي كانوا متعودين على يعني الناس قبل كانوا يمنوا بالخرافات طبعا كل المجتمعات عدى خرافات خاصة بها مثلا كانوا يمنوا يقول لك أنك مثلا عندما بعض الخرافات يمنوا بها مثلا يقول لك أن لو تحركت شعرها في رأسك ويجاي كذيف مثلا يقول لك لو تتوضى بالحالي بتولي راح تصبع قرد مثلا يقول لك لو كانت تخطى على أخوك الكبير راح تموت يعني هذه كل عبارة عن خرافات طبعا هذه الخرافات هذي هما صمتوها أو استخرجوها من عادات التقاليد التاحهم لطبعا أن يحافظوا على العادات التقاليد من العكس الآن نحن 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 الآن نحن لاحظ هنا من الجهة الأخرى يعني الآن الإنسان وإن أصبح الإنسان الآن يعني الإنسان الآن سوال كبير أو صغير أصبح مرتبط التباط أو مباشر بالألعاب تعلق الفيديو خاصة الألعاب الحديثة التي هي على طريق الكمبيوتر أو الهاتف إن نقال السيلفون أو الكمبيوتر وإنسان يعني إصبع الإنسان دايمن يأما إتشارتي في الإنترنت يأما سوفين في الإنترنت يعني ساعات بشي عدوا الوقت التحم خاصة مع وسائل السوشيال ميديا هذه الحديثة كما نقول الفيسبوك الإنستغرام أيضا تويتر أيضا تيك توك يعني وهل مجر يعني إكشت مع كل أنواع هذه اللي هي تقريبا أصبحت شغل الشغل تها الإنسان بينما في الماضي كانت يعني بالرغم من عدم وجود هذه الأشياء لكن الإنسان كان يعني كان عدم مواهب حقيقية وبالتالي كانوا يعني يتمتعوا بوقت فراغ أكثر بعكس نحن اللي الوقت التي اكتلناه في الإنترنت طبعا الكمبيوتر يعني هنا بش نركب ونحوصل يعني كحوصلة عامة عن وش هذرت قبل عن كل نوع الترانسفور هذه عن الترانسفور اللي كان في الماضي والحاضر وطريقة الأكل التي تغير وطريقة الليباس التي تغير وطريقة حتى التفكير طريقة الانترنتين قضاء وقت الفراغ يعني كل تسمع يعني بش نحوصل Life has changed لماذا كنا نقول Life has changed sorry هنا يوجد خطأ Life has يعني كنا نستعمل has changed وماذا نستعمل ed لأن present perfect has زائد participle of the verb change هنا كان خطأ برك مطبعي changed Life has changed thanks to the science and technology يعني تغير الحياة طبعا بسبب العلوم والتكنولوجيا إذن الحمد لله إن شاء الله نكون وفقنا لكتابة هذه الفقرة طبعا الفقرة هذه تابعة قنا الوحدة الأولى Ancient Civilization or Exploring the Past اللي هي تابعة لشعبة الأدابة والفلسفة واللغات الأجنبية الفقرة هذه هي عن sequence ولا تع stop and consider إن شاء الله نكون إلى حد كبير وفقنا إلى كتابة هذه الفقرة بالشكل الممتاز إن شاء الله نتلاقوا في فيديوهات أخرى طبعا رح تكون فيديوهات على كل الوحدات بإذن الله إن شاء الله نطلبوا في الأخير برك من التلاميذ أن دائما يدعمونا خاصة خاصة بالمشاركة في القناة لأن رح يوصلكم كل جديد يعني كل الفيديوهات سواء كانت على مصطلحات أو شروحات أو حتى الفقرات أو امتحانات يعني بما يخصوا البكالوريا أو سهل التعليم التوصل ستوصل بإذن الله نطلبوا منكم دعمنا برك بالمشاركة في القناة باللايك بالشارك بالكومنت يعني تعليقات اللايك كل شي يعني اشتركوا في القناة